ربيع بيروت أتى متأخرا لكن العبرة كما يقول المتظاهرون تكون في رفع سقف المطالب في إسقاط النظام السياسي القائم وهو بحد ذاته مطلب يتخطى كل الخطوط الحمراء نظرا للتكوينة الطائفية المتنوعة في هذا البلد الذي تحول أمراء الحرب الأهلية فيه إلى حكام اقتسم الكعكة السياسية المشكلة الأساسية تكمن من وجهة نظر الرئيس اللبناني ميشيل عون هي فقدان وثقة بالطبقة السياسية والانهيار الاقتصادي والفساد لكنه كغيره من الرؤساء الذين جابه الربيع العربي استنكر بشكل أو بآخر على المتظاهرين خروجهم مؤكدا أن تغيير الواقع لا يكون بالساحات إنما بالطرق الدستورية لأنه كان واضح من موقفكم من أي ضريبة محتملة أنه الضريبة صارت بالنسبة لكم مثل الخوة بتروح ما بترجع وبتضيع بين الهدر والفساد لازم تتواكب بمجموعة التشريعات لأنه مكافحة الفساد الحقيقية بتكون عبر قوانين وبالتطبيق صارم للأنون مش بالشعرات والمزيدات والحملات الانتخابية كلمة الرئيس ميشيل عون يرى المتظاهرون أنها جاءت متأخرة في ظل تمسك الأحزاب اللبنانية بحصاصها في الوزارات ومؤسسات الدولة والفساد هذا الذي نخر كل مفاصلها على الأرض وفي ذات سيناريو إقحام الجيش في فض التظاهرات نفذ الجيش اللبناني انتشارا هو الأول من نوعه منذ اطلاقها لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة تنفيذا لمواصفه مصدر عسكري بأنه قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين لكن محاولات الجيش اصطدمت برفض مطلق من المتظاهرين الذين ظلوا في الطرقات ورفعوا الأعلام اللبنانية وتمسكوا بشعار رحيل النظام أمام هذا الرفض الشعبي يتكشف فشل محاولات السلطة تصطيح الحراك الشعبي واختزال إظهاره بأجواء الترفيه التي سادت التظاهرات فهتافات المتظاهرين التي هدرت بصيحات الثورة وضرورة استمرارها تظهر من جهة أخرى ضرورة إحداث التغيير الذي لطالما أراده اللبنانيون واستبدال طبقة سياسية يرون فيها أنها رهنت مستقبل البلاد وحاضره فقط لمصالحهم وأجندات الخارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة